محققو الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي يتهمون الرئيس جو بايدن بارتكاب جريمتين يقولون إنهما تستوفيان شروط عزله من قبل مجلس النواب وإيقالته من قبل مجلس الشيوخ ففي تقرير أصدرته لجان الرقابة والقضاء والوسائل في المجلس يوضح الجمهوريون أن التهمتين هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة وركزت تهمة إساءة استخدام السلطة على الصفقات التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى والقروض المتعلقة بهانتر وجيمس بايدن بحجة أنه من غير المرجح أن تحدث لو لا وجود جو بايدن في منصبه ومن دون علمه أما تهمة عرقلة العدالة فتركز على شهادة مبلغين اثنين عن المخالفات في مصلحة الضرائب واتهام مسؤولي وزارة العدل بالتباطئ في تحقيقهم مع هانتر متسائلين حول دور السياسة في ذلك كما يتهم التقرير الرئيس بايدن بعرقلة تحقيق الجمهوريين في التحقيق في تعامله مع الوثائق السرية في حين لم يتضح بعد تأثير التقرير يبدو أنه من غير المرجح أن يسعى مجلس النواب إلى عزل الرئيس الذي أصبح الآن في مرحلة البطة العرجاء خاصة مع تحول التركيز إلى الانتخابات العامة كما أن الجمهوريين ليست لديهم الأصوات الكافية لعزله ترجمة نانسي قنقر